كذلك قول الله تبارك وتعالى في وصفها للصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود هنا الله جل وعلا زكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زكى باطنهم وزكى ظاهرهم فقال سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم وهذه تشمل الظاهرة والباطن أشداء في تعاملهم مع الكفار وأشداء في بغضهم للكفار ورحماء بينهم في تعاملهم مع المؤمنين في محبتهم ورحمتهم للمؤمنين فشملت الظاهرة والباطن ثم قال سبحانه وتعالى تراهم ركعا سجدا هذا ايضا تزكية لظاهرهم انهم كثير الركوع كثير السجود تراهم ركعا سجدا اي تراهم مكثرين من الركوع مكثرين من السجود اي في عبادتهم لله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فهكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ركعا سجدا ثم قال ماذا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والابتغاء عمل قلبي فزكى الله باطنهم قال هؤلاء عندما يركعون عندما يسجدون يريدون ما عند الله يبتغون فضلا من الله بينما لما تكلم الله عن المنافقين قال الله تبارك وتعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله قال والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وكذا لما ذكر صلاة المنافقين قال واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مدبدبين بين ذلك فهنا الله تبارك وتعالى لما ذكر صلاة المنافقين قال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بينما لما ذكر صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا ففرق الله تبارك وتعالى بين من يصلي يريد وجه الله وبين من يصلي يريد النفاق وخداع المسلمين